مساجد تاريخية مجموعة السلطان الغوري طحفة معمرية مبنية على التراز الإسلامي سمعت مرة عن مجموعة السلطان الغوري دي طحفة معمرية فريدة من نوعها مزيج من الفن الإسلامي اللي هيسحرك بكل تفاصيله مجموعة السلطان الغوري اللي بناها السلطان الغوري في الفترة بين 909 هجرياً وال910 هجرياً في أواخر عصر الممليك المكان ده موجود في شارع المعزب القاهرة المجموعة دي مش مجرد مسجد للصلاة ده كمان مدرسة لتعليم عروم الفقه والحديث وخان كان المتصوفين وسبيل لسائي المية وكتاب لتحفيظ الكرآن ومقعد ومنزل سكني ومنارة فريدة مكسية ببلطات زغرفية الزغرف ونقوش في مجموعة السلطان الغوري تجسد الفن الإسلامي في العصر المملكي من الواجهات الخارجية المزغرفة بالحجر والرخام للأسقف الخشبية الملونة والمذهبة ومش بس كده القبة نفسها بقت دلوقتي أصر لثقافة ومركز للإبداع الفني مسجد الغوري لثلاث وجهات أولها الواجهة الشرقية المطلة على شارع المعز المدخل الرئيسي بتاعه مزغرف بالرخام الأبيض والأسود وبابه مكسوب النحاس المزغرف جوه المسجد هتلاقي صحن كبير محاض بأربعة آيونات وسطهم إيوان الأوبة بمحراب من الرخام الملون ومنبر خشبي دقيقة صنع مجموعة السلطان الغوري مش بس موقع أثري دي قصة حضارة وفن ولو لست ما زرتهاش يبقى لازم تحطها في خطتك اللي جاية وتعيش تجربة فريدة في قلب القاهرة التاريخية